يعني فيه ناس بتقول لا الموضوع ملوش دخل بالجزء الوراثي أو الجزء الطبي أو الجزء البيولوجي لا فيه جزء دي مهمة جدا وفيها وراسة اللي هو ايه اللي فيه جزء دي هقولك انه سؤال هل يعني ابن المصرف مصرف وهل ابن الاقتصادي المرشد مرشد افرد يعني من غير هنعمل مجموعتين كده من غير تربية خالص ولا حاجة نتكلم في جينات تتكلم في انه جيناته تطلع كده انه هو بيحب يصرف معنا وهو يعني ما فيش حاجة اسمها جين اقتصادي بس في حاجة اسمها جين لعلقة برضو يعني السؤال الاطفال او الكبار اللي بيوقعوا فلوس كده وما ياخدوش بالهم اسمها كلمة ما ياخدوش بالهم دي تساوي نقص التركيز فكتير جدا من الاطفال دلوقتي عندها نقص تركيز انتشر اكتر على فكرة ولقص التركيز ده بيخليك ان انت تبقى تبدو اناني تبدو اناني عايز كل حاجة ومعندكش ماني مانجمة حلوة ترفش تزبط الفلوس ترفش تحوش كان زمان في حصالة دلوقتي على فكرة اختفتت كمان اه اختفت حصالة دي على فكرة كنا بنحوش فيها وكنا بنبقى فرحانين بقيمة الفلوس اللي احنا حطنا حتى لو هي ما بلغ بسيطة جيدة ايه ولم ياخدوش فيه خطورة في حاجة احنا كنا بنشوف قدامنا الفلوس مع بابا انا ومويتنا ووزار في ده كهرباء ده مش عارفين تبدأت النهاردة الدنيا دي اختفت انت قدام الكروت قدام ايتي امات انا مش فاهم يعني ايه فلوس تحولات تحولات انا قاعد في البيت مش شئ يعني عايزة فهم ازاي الحاجة دي جات ده كارت اتعمل جات للحاجة بابا يعني دخل الكارت قاله دخله جات الحاجة فمش فاهم جوه كارت ده فيه ايه والحاجة دي قد ايه ومش شايف ان فيه كارت بيطلع فلوس بالزبط كانوا منبع كده بالزبط فانتي يعني كان زمان حالصالة سهلة حط يا بابا ونقفل عليها وبعدين نكسرها ونفتحها نلاقي جوال نحط ناء ونفرح بقى باللحلة حشان بتلاقي لابا بقاش في فرحة اصلا لابا بقاش في فرحة اصلا لابا بقاش في فلوس كتير كل حاجة كانت ليها طعم ومعنى بالزبط